موسيقى تحية طيبة مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة والبداية مع افتتاحية صحيفة الجارديان التي جاءت بعنوان التوتر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يجب أن يبقى تحت السيطرة وقالت الصحيفة إنه ما هي إلا مسألة وقت لاختبار فعالية الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الذي يهدف لوضع نهاية لرحلات المهاجرين الخطرة عبر البحار إلى أوروبا وأضفت الصحيفة أن عدد المهاجرين انخفض بشكل واضح منذ توقيع الاتفاق في آذار الماضي مما يعتبر أمرا جيدا موضحة أن هذا الاتفاق تعرض لمصاعب سياسية وقانونية رغما خفاض عدد اللاجئين القديمين إلى أوروبا وأشارت الصحيفة إلى أن التوتر المستمر بين بروكسل وأنقرة يعد جديا وأوضحت الصحيفة أن كيفية تعامل هذين الجانبين مع التوتر سيحدد إن كان هذا الاتفاق رائعا بالفعل أم لا وقد رجحت بعد الأحداث الماضية أن الاتفاق يعد هشم بعض الشيء بحسب الصحيفة وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلون يونكر صرح بشكل واضح بأن الاتفاق يعتبر غير فعال في حال لم تلغي تركيا قانون مكفحة الإرهاب المعمل به في بلادها وقالت الصحيفة إن إلغاء هذا القانون يعتبر من ضمن الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي ليستطيع الأتراك التمتع بحق السفر إلى دول الاتحاد من دون تأشيرة دخول وأردفت أن هذه التأشيرة هي من إحدى العوامل المحفزة لتركيا لتطبيق هذا الاتفاق بالتزامن مع المساعدات الاقتصادية التي خصصت لأنقرة مقابل استعادة جميع المهاجرين الذين لا يحق لهم التقدم بطلب لجوء وكذلك سوريين العالقين على الحدود اليونانية وختمت بالقول إنه يبدو من الصعب على تركيا تطبيق هذا الاتفاق قبل نهاية شهر حزيران المقبل ونقرأ في موقع ترك بريس موضوع بعنوان أردوغان النظام العالمي عاجز عن التعامل مع الأزمة الإنسانية الملحة حيث طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الكلمة الافتتاحية للقمة العالمية للعمل الإنساني الجميع ببدل جهوده في إيجاد حلول جذرية للأزمة السورية التي تسببت في قتل وتشريد الملايين من المواطنين العزل وقال أردوغان إن بلاده تستضيف أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري وعراقي وإن تركيا تفتح أبوابها أمام جميع المظلومين الفارين من براميل النظام السوري ولفت الرئيس التركي إلى أن تركيا قدمت أكثر من عشرة مليارات دولار للاجئين في حين أنها حصلت على 455 مليون دولار مساعدات من دول مختلفة وتابع أردوغان أن تركيا تقدم العديد من الأنشطة التنموية والمساعدات الإنسانية في أكثر من 140 دولة وتنجز ألف المشاريع مؤكدا أن الألم ليس له لون وعرق ولسان ودين وبين الرئيس التركي أن النظام العالمي عاجز عن التعامل مع المشاكل الملحة للإنسانية ويضع العبء على كهل دول معينة فقط دعيا الجميع إلى تحمل المسؤولية وأضاف أردوغان نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى مجلس أمن دولي يعمل وفق مبدأ العدالة والشفافية والسرعة وهناك حاجة ملحة لإجراء إصلاح في مجلس الأمن الدولي كي يستطيع القيام بوظائفه الأساسية وسنستمر في دعم الجهود الرامية لتقييد استخدام الفيتو في المجلس على وجه الخصوص ودع المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية في تقديم الدعم والمساعدة للاجئين مؤكدا أن بلاده سوف تقوم بما يقع على عاتقها تجاه اللاجئين حسب ما ترص عليه المعاهدة الدولية تجاه اللاجئين وبيّن أن بلاده ستدعم الجهود الرامية لتوفير المساعدة الإنسانية وستعمل على توفير الدعم اللازم لهم والأمن والطرق الآمنة التي من خلالها يتم توصيل الدعم للمحتاجين وستعارض بلاده أي خطوة للمنظمات الإرهابية في شرعانة تقديم المساعدات الإنسانية ونطالع في صحيفة مليات التركية مقالا لسام كوهيم بعنوان حسب رأيه اللاجئون باقون رأى فيه الكاتب بأنه لو أن الاتحاد الأوروبي طبق الاتفاقية المتعلقة باللاجئين السوريين بشكل تام لخفت الأزمة العالمية بمعنى أن أوروبا كانت ستمتلئ من هذا الكم الهائل من موجة المهاجرين أما بالنسبة لتركيا فإنها ستستمر باحتضان لاجئين السوريين لأنهم لن يرغبوا بالعودة إلى بلادهم كما أن الشارع التركي ومنذ أن تم توقيع هذه الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي علق أماله على المادة المتعلقة بمسألة التأشيرة وهذا الأمر بلا شك يعد مكسبا مهما للأتراك الذين عانوا من مشكلة التأشيرة وبالمقابل فإنه يجب على تركيا أخذ مسألة عبء اللاجئين السوريين على محمل الجد ويتابع الكاتب إن قسما كبيرا من المليونين والسبعمائة ألف سوري سوف يبقون مجددا في تركيا إلى متى هنا تكمن المشكلة؟ حاليا من المستحيل الحديث عن نسب واضحة لكن واضح للجميع أن قسما كبيرا من اللاجئين السوريين يرغبون بالبقاء في تركيا المضيافة البارحة وعندما كنا نستمع لمحاضرة لبروفيسور كامالك كريشتي الأستاذ في جامعة بوغازيتشي ومدير المشروع التركي في معهد بروكينغز في واشنطن جاشت مشاعرنا فقد كان تحليل البروفيسور لمشكلة اللاجئين السوريين بوصفهم بالمقيمين وليس بالضيوف وبأن على تركيا تطوير سياسات اندماجهم في المجتمع لقد عبر البروفيسور عن أن عدم مشاركة تحمل عبء اللاجئين من قبل المجتمع الدولي يخلق مشاكل اقتصادية وأمنية واجتماعية وثقافية في تركيا لكن في المقابل يساهم وجود سوريين في نمو الاقتصاد التركي باختصار يرى البروفيسور بقاء اللاجئين السوريين واستنادا على ذلك فإنه لا حل إلا باندماجهم في المجتمع التركي ومن أجل ذلك من الضروري إصدار القرارات والتعديلات التي تسرع من هذا الاندماج وبالانتقال إلى صحيفة الشرق الأوسط نقرأ مقالا لطارق الحميد بعنوان سوريا طارق مزدود أم حراك رأى فيه الكاتب بأننا أمام عدة معطيات في الأزمة السورية وقد يكون لها تفسيران أحدهما أن هناك حراكا للخروج من نفق الأزمة أو أن جميع الأطراف أمام طارق مزدود حيث كتب عموس يادلين الرئيس السابق في استخبارات الجيش الإسرائيلي مقالا في صحيفة يديعوت أحرانوت بعنوان يجب أن يغادر الأسد معلنا موقفه هذا بالقول إن نهاية نظام الأسد ستضعف بمعقولية كبيرة جاذبية داعش للأغلبية السنية في سوريا وكذلك بسبب استمرار استخدام نظام الأسد المتكرر للأسلحة الكيموية وهذا الموقف يناقض تماما الموقف الإسرائيلي المتمثل بأن ما يحدث في سوريا عموما يخدم المصالح الإسرائيلية وفي سوريا الآن أيضا تقوم الجماعة الأصولية بعملية حشد وتشكيل تحالفات للاستفادة من انهيار محادثات السلام وذلك لضمان تفوق الجماعة الأصولية على المعارضة السورية الوطنية المنافسة التي وفقت على الهدنة المتعثرة واشنطن قامت بدورها بإرسال رسالة من الصعب تجاهلها بالأزمة حيث قام قائد القيادة المركزية الأمريكية الجديد الجنرال جوزيف فوتيل بزيارة سوريا لشمال سوريا للاطلاع بنفسه على جهود بناء تحالفات متماسكة بين العرب والأكراد وغيرهما من المقاتلين المحليين لمحاربة داعش ولذا فإننا اليوم أمام معطيات مختلفة ربما تقود إلى حراك فعال أو أنها تسير إلى طريق مزدود والمخزن في كل ذلك هو أن الثابت للخطة في الأزمة السورية هو استمرار معاناة السوريين بسبب استمرار آلة القتل الأسدية وكذلك تعظم المخاطر الإرهابية على المنطقة ككل وختام حلقة اليوم مع شبكة شام ومقال زين مصطفى بعنوان لغة جديدة لتنظيم الدولة بيان تفجيرات الساحل يفتح بوابات جديدة للصراع حيث أشار فيه الكاتب بأن من صغى بيان تبني تنظيم الدولة للتفجيرات التي استهدفت جبلة وطرطوس صباح اليوم أنه كان على عجلة من أمره فهناك شيء ما قد حدث في بنية تنظيم الدولة الفكرية والأيدلوجية العامة والاستراتيجية المركزية العنيدة التي تسير عليها فتغير المصطلحات بهذا الكم يشي بوجود خط جديد ظهر للعلن ألا وهو التراجع عن الدولة الإسلامية والعودة إلى المكافحين في سبيل الوصول إليها في المرحلة القادمة العلوية بدلا عن النصيرية والساحل السوري بدلا عن ولاية الساحل أو اسم معقل الروافض هي المصطلحات التي تضرب على الرأس لتفتح الأذهال للتفكير ماليا هل ما يحدث عبارة عن تغيير في استراتيجية التنظيم أم كشف حقيقي وفعلي لتماهيه التام مع النظام الذي يصل لحد العمالة وذراع القذرة التي تعمل على محي التاريخ الإجرامي للنظام الشق الأخير من التحليل قد يجد مبارراته القوية فيومين بعد توعد المتحدث باسم التنظيم أبي محمد العدناني الذي هدد وأمر بتفجيرات لا تفارق بين مدني وعسكري وسرعة الماكينة الإعلامية للنظام لرمي التهمة على حركة الأحرار واستمرارها بهذا النهج رغم تبني التنظيم لها تدفع للشك أن بيان التنظيم الذي صدر عن معرفات رسمية تابعة للتنظيم مثير للشك لحد التأكيد أنه كاشف لخباثة تلعب لوضع الشعب السوري بين مقصالات الموت المتنوع والمنافع لتوفير أي طريق من طرق الحياة توقيت التفجيرات قبل أقل من 24 ساعة من موعد معاودة الطيران الروسي لمواصلة عدوانه على الشعب السوري وهذه المرة بحجة ضرب رافض الهدن والحل السياسي يؤكد أنها مدروسة بشكل لا لتنظيم بحجم ما يدعي تنظيم الدولة ولا مخابرات بحجم مخابرات الأسد وبهذا المقال المشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة